ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل مع الفقرة الطبية طبعا اليوم المفتوح أو بالمعنى المعروف اليوم الفري معظمنا لما بيعمل دايت بيستنى اليوم الفري ده بفارغ الصبر ويبدأ من أول اليوم يجهز بقى هيكل إيه ويشرب إيه يبدأ طول اليوم يأكل ويشرب الحاجات اللي ممنوع منها في الدايت بس هل دا صح هل المفروض يبقى يوم فري ولا وجبة بس فري هل اليوم الفري أصلا حقيقة ولا خرافة مفيد ولا مضر كل دا هنعرفه من دفتي اللي مشرفاني ونوراني في الاستوديو دكتور ميا عبداللطيف أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق الطبي لشركة OnTarget Pharma أهلا بيك يا دكتور أهلا بيك أيه كلام الكبير دا أو جدا اليوم الفري دا احنا منقضيها كل فري بنضيع طعيبا أبلها شهر ممكن اليوم الفري دا أحلى حاجة الناس يعني بيعيشوا على أمل اليوم الفري دا أصلا طب ما تقول لنا بقى فعلا دي حقيقة فعلا فيه يوم فري ولا هي فعلا واجبة فري ماشي أول حاجة اليوم الفري دا أكبر خرافة وأكبر كارثة أطلعنا قلنا غلط أعملها بالضبط طيب بالضبط يا نهر بيض أو ما دي أكبر كارثة أنا بعملها ليه بقى أول حاجة خلينا نقول يعني حاجة بردو قلت كذا حاجة هل فعلا هو حقيقة أو خرافة وهل هو يوم ولا واجبة يعني احنا في كذا حاجة دلوقتي هنرد عليها أوكي أول حاجة قلنا دي خرافة ودي أكبر حاجة مشكلة أن أنا أعملها في جسمي ليه بقى أنا أصلا بعمل ليليلي يوم الفري أو ليه الدكتور بيقرر إنه هو لما يجي يتابع معا حالة إنه هو يعمل يوم فري ده معناه إن أنا حرامت الجسم دوت من أكلات معينة أو فيتامينات معينة فأنا بضطر أعمله يوم فري أو وجبة فري عشان أعوض الجسم عن الحاجات اللي هو مفتقدها فأنا كده باهتم إنه هو يخس بس مش باهتم بصحته مش باهتم بالفيتامينات أو باهتم بمنعته بيخس خاسسين وده اللي احنا بنقول عليه خاسسين مش صحي فاليوم الفري ده غلط إمتى بقى لو أنا مثلا عايز أعمل يوم فري أو هي وجبة فري ممكن أدي للحالة اللي معايا مثلا بعد أسبوعين أديها ساعتين في اليوم أقول لها الساعتين دول كلي فيهم اللي أنت عايزة أوكي بس الساعتين دول محدد بوقتي يعني بالضبط بس الساعتين دول مثلا ما يبقوش في أول اليوم لأن أنا مثلا طول ما أنا مشي مع الحالة معايا دايت يعني أنا أهم حاجة عشان أخس لازم السكر في الدم عندي يبقى قليل ومعنى أن السكر عندي قليل يبقى كده الإنسولين قليل يبقى كده أنا بعلي الحرق بتاع جسمي أنا كده اهتميت بالنسبة يعني كمية الدهون اللي هتخس فأنا كده بلعب معا الحالة اللي معايا أن أنا الجسم بتاعي ساستمته وزبطته أنه هيحرق دهون مش عضلات كويس فأنا ساعتها دلوقتي لو أنا جيت أدي له وجبة فري هقول له خليها في آخر اليوم مثلا ما تبقاش قبل النوم برضو على طول وهي ساعتين بعد الساعتين عدوا خلاص نوقف الأكل الحالة أخرت ده إنسان عنده شوية معلش شعرها في الأكل والراجل ده وأول بنت دي نفسها تاكل شوية براحتها أكتر من وجبة اللي أنتو حدتوها في الساعتين بتعملوا إيه في الحالة اللي زي تمام ما هو برضو زي ما قلت الحيك لو إحنا عمليل نزام غذائي صح أنا مش هحتاج أن أنا أحرم جسمي ومش هحتاج أن أنا أخلي الحالة اللي متابعة معايا تفكر وتحلم باليوم الفري لأن أنا كده كده بخليها تاكل كل اللي هي عايزة بس بقى بنطبخ بطريقة صحية بنلعب في أنواع الأكل اللي هي تبقى متنوعة مثلا أنا وحد نفسها تاكل حاجة بقى اللي هي دي بقى هتبوز قوي ده بقى إن إحنا بنتدخل كفريق طبي مع إن إحنا نديهم كورسات بنمنعها لا مش بنمنعها بنقول لها كل اللي أنت عايزة بس بنحدد مثلا الوقت اللي هتاكل فيه والكمية أهم حاجة الكمية مع كده إن إحنا بنتديها كورسات مساعدة زي كورسات الأناسيليم حاجة هتقفل معاها الشهية بنسبة كبيرة جدا مثلا من 70% لـ 80% هتحس إن هي قصة شبعينة فمثلا لو هنقول حتة سنبن صغيرة هي ممكن تيجي عنده نصها وهي ما تبقاش قادرة تكملها فإحنا ما خليناها تحس إن هي محرومة وفي نفس الوقت كالت اللي هي عايزة وما بوضفها من المساعدة ده ليزم اللي هو الأناسيليم أو كورس الأناسيليم أوكي طب كلمين عنه بقى شوية دكتور يعني قولين عبارة عن إيه الأناسيليم لأي حد من المجاهدين لسه أول مرة يسمع عنه عرفينا كده بالكورس ده أفضل إحنا شركة On Target Farma كل ده كترة فريق طبي متخصص في التغذية هو اللي بيتابع مع كل حالة بتتصل بنا وتكلمنا وكمان إحنا مهتمين جدا بالناس اللي عايزة تخص أغلب الناس اللي عندها السمنة بيبقى مثلا السمنة بتبقى مصاحبة لإيه مثلا خلل في الغدة مقاومة إنسولين أمراض سكر أمراض ضغط أمراض قلب فإحنا المنتجات بتاعتنا كلها طبيعية 100% عشان نقدر إن ما ينفعش مثلا مريض قلب أدي له حاجة مثلا مشكوك فيها أو حاجة مش طبيعية لازم أدي له حاجة طبيعية تحصن صحته نعالج المشكلة مع عشان أنا خص لازم أو أخص بشكل صح لازم أعالج المشكلة الصحية اللي هو بيعاني منها سواء بقى سكر أو قلب أو ضغط أو الحاجات دي فلو أنا عرفت أتعالج المشكلة دي أنا كده ساعتها أخص بكل سهولة ويعني وصحتي هتتحصن كويس كورسات الأناسيليم مثلا عندنا أنا سيليم عبارة عن سيليم هسك بذور قشور السيليم دي برضو إلي بيميز أن فيه ناس ممكن تقول لك ممكن أجيبها من عند العطار أو سهلة متوفرة إلي بيميزنا بقى إحنا في شركة أون تارجت فارما إن إحنا قشور بذور السيليم دي بنستوردها من الهند بتتعالج أو بتمر بمراحل معينة عشان تناسب كل الفئات العمرية تناسب كل أصحاب الأمراض ما تعمل لهم مش أي يعني تعارض مع دوة هما بياخدوه فهي بتبقى عاملة زي الألياف الألياف دي طبيعية دي اللي احنا قصلا بناخدها من الخضار خاص خيار احنا بندها لهم زي كياس كده بيحطوها بتبقى بودر بتتحط في نص كوبات مية بياخدوها قبل الوجبات أو قبل مثلا لو حد مصمم أنه هو ياخد وجبة فري أو يعني يبوز الأكل بتاعه هياخدها قبلها بنص ساعة بالتالي هتفضل بقى تنفش وتتمدد في المعدة وحس بالشبع يعني بقى مثلا يعني خدت تلتين لتلت تربع حيز المعدة اتبقى لي آخر ربع هو ده اللي أنا بلعب بيه بقى في الأدنسية من أنا خلص هو حس بالشبع هيبدأ بقى يأكل اللي هو عايزه بس بكميات قليلة جدا فاحنا مش بنلعب على حرمين احنا ما بنحرمش الناس احنا بنأكله صحي عشان لازم ده يبقى اللايف ستايل بتاعنا وبنسعيدهم بحاجات تزود الحر حاجات تزود الشهية تقلل الشهية عشان ما يحسوش بشراهة الأكل سواء نشويات أو حلويات طيب ولنا بقى لو حد وزنه مش بينزل بتتدينه يوم فري برضو ولا بنعمل ايه مع ايه ده لا احنا ما بنتديش فري احنا عندنا يعني احنا ضد فكرة اليوم الفري لان زي ما قلت الحيك احنا ما بنمنعش الناس من اي حاجة يأكلوها بنخليهم يأكلوا كل اللي هم عايزينه بس في حدود السعرات اليومية بتاعتهم السعرات دي من الحاجات المهمة جدا انا كدكتور تغذية لازم اهتم بيها ممكن الناس بتستهون بالسعرات مثلا واحد يقولك انا مثلا مفروض ليا 1500 لو كلت حتة البسبوسة دي مش هتفرق لا يا طبعا هتفرق كتير قوي يعني سعرات كتير جدا فاحنا بنتعامل معاهم ان احنا بنديهم الكورس ما بنحسسهمش ان انتو بتعملوا دايت او ان انتو بتحرموا جسمكو لا احنا بنيكل احنا عايزينه هندي مادة مساعدة مع النظام الغذائي عشان نقل للشراها نعالج زي ما قلت حيك بردو مثلا بنقل المستوى السكر زي مثلا الاناسينين بيقل المستوى السكر في الدم فبنصبت السكر فبالتالي الضغط هيقل بردو هيبقى مناسب للأطفال مناسب بردو لو مثلا واحدة بتردع لو للحوامل بردو عشان الحوامل فترة الحاملة بتبقى الشهية عندها يعني عالية جدا عشان هي عندها وية باتنين ده اكبر معتقد خطأ احنا بنفكر فيه لا طبعا مفيش الكلام ده بزبط احنا بناخد الاكل الصحي عشان يدي جسمي انا باكل ليه اصلا انا باكل عشان ادي جسم الغذة الفيتامينات اللي هو محتاجها عشان يديني الطاقة اللي تخليني اقدر يعني اعيش بها على مدار اليوم فهو ده الهدف بتاعنا ان احنا نفهمهم يعني ايه اصلا دايت يعني ان انا مش هحرم نفس الحرمان ده مش موجود عندنا هنديكم حاجة مساعدة عشان تقللوا الشهية بتاعتكم وتخسوا كمان تحرقوا دهون لان برضو فيه في الاخر مثلا ليه الدهون بيسميها العنيدة دي اصعب يعني دهون اخر شوية دول اخر او خمسة ستة كيلو دول بيبقوا صعبين فاحنا لازم ندي الجسم زي بوش كده حاجة دفعة عشان يقدر يرجع تاني يستعيد الحرق بتاعه ويرجع تاني يكسر بقى ساعات فيه ناس بتعاني برضو من فترة السبات يعني فيه حالات كتير قوي بتمر بيها فالكورسوت دي بتبقى أساسية جنب النظام الغذائي عشان نخس دهون واهم حاجة نحافظ على صحتنا نحافظ على مستوى السكر في الدم نحافظ على الضغط نحافظ على كل المشاكل دات ان احنا نتخلص منها في أسرع وقت طب قولينا طريقة برضو التواصل من خلال ايه الأرقام ايه الصفحات عشان لو لدينا أصدقاء لسه يعني بيبدأوا يشوفوا الفقرة معنا وبعدين نرجع نتكلم تاني عن الحالات اللي بتجيلكم قولينا كده من خلال الأرقام طبع الأرقام الزهر على الشاشة وعندنا الأوفيشيال بيجز بتاعتنا أون طارجت فارمو على الفيسبوك وبرضو البيج بتاعت دكتور نيهال حافظ على الفيسبوك وأون طارجت فارمو على الإنستجرام هايل طيب هنبدأ بقى نتكلم انتوا أول يعني ما بيجيلكم حد لسه يبدأ يسأله يعني قولنا كده بريف سريع عن الشركة بتتعامل معها ازاي وإيه المنتجات اللي ممكن نلاقيها حاجات مساعدة احنا كنا قبل كده اتكلمنا ان فيه مشروبات وحاجات ممكن تساعد فترة الديت ان احنا بدل ما نجيبها منبرر نستفيد منها برضو كمشروبات مساعدة فكلمين عنهم بقى يا دكتور تاهم اول ما حد بيبدأ يتواصل معنا عن سواه الأرقام الواتساب أو الأوفيشيال بيجز بتاعتنا فيه فريق طبي مختص هو اللي بيتابع مع الحالات ودكتور نيها الحافظ هي اللي بتبدأ توجه كل حالة هتروح لمين دكتور مختص بنبدأ ناخد الهيستري بتاعتها أو الميديكيال هيستري بتاعتها هل هي عملت دايت قبل كده هاخدت أدوية للدايت هل مثلا ايه دايت نوع دايت اللي هي مشت عليه لان فيه أنواع أنظمة دايت لو الجسم عملها ما ينفعش أرجع لها تاني عشان كده هندخل في مشكلة سبيت هندخل في مشاكل كتير قوي فما ينفعش أن أنا أعمل نفس نوع دايت فبنبدأ نعرف هل هي بتنزل شغل هل مثلا واحدة حامل في فترة رضاعة واحدة قاعدة في البيت بتنزل الجام لأن برضو تمرينات الجام بتفرق طبعا جدا في النتيجة وفي وقت الدايت بتاعي فلازم نعرف كل يعني كده من أول ما بتصحى لحد ما بتنام لازم أعرف يومها ماشي إزاي عشان نقدر نحدد النوع الدايت بتاعها بحسب لها السعرات اللي جسمها محتاجها بنبدأ بقى نتكلم معيها ونفهمها أن دي رحلة دايت يعني أن مش الرحلة مؤقتة وهوقفها وارجع تاني لا إحنا بنغير فكرنا بنغير المعتقدات بتاعتنا في الأكل بنغير طريقة فكري أنا هيكل إزاي يعني ممكن الأكلة دي أكلها من غير ما تخن ولا جسم يخزنها دهون وممكن أكلها بطريقة تانية أول ما علاقة هلاقي نفسي تخنت فإحنا عايزين نغير إحنا بنكل إزاي وطريقة الطبخ بتاعتنا للأكل صحية دي الزبط دي أهم حاجة فلازم نهيأ كده العميل معنا نفسيا ومعنويا وكل حاجة إن إحنا بدئين رحلة هنبدأها مع بعض وإن شاء الله نوصل للوزن اللي إحنا محتاجينه وهنفضل برضو مكملين عشان أهم حاجة صحتنا أنا لو صحيتي كويسة بأكل أكل صحي فيه دهون صحية فيه كمية البروتين اللي جسمي محتاجها النشويات اللي جسمي محتاجها صحيتي هتتحسن زي قلت حيك الضغطة هيتزبط السكر هيتزبط نشاطي هبقى فيه نشاط وطاقة إن أنا وأتخلص من الاكتئاب برضو لأن فيه ناس بتعيني من الاكتئاب في الدايت أكتلس أكلمك في حتة تغيير المواسم دي بقى يا دكتور فيه ناس بيجي لها حالات اكتئاب بسبب إنها مش عارفة تخس أو سبتة وفيه ناس بيجي لها حالات اكتئاب مع القليل المواسم بالزبط يعني قلنا بقى بميقلنا خلاص داخلين على فترة الشتا وكده بتعملوا بتتعاملوا معهم إزاي بتبقوا عارفين إن دي حالة نفسية وأنهم فعلا متقصرين أكيد وفيه ناس برضو هما بيبقوا عارفين إن عندهم المشكلة دي أنا دخل على الشتا هكتئب وأنا باكل كتير فإحنا زي ما قلت لحيك كل كورس مختلف عن التاني فيه كورس مثلا هنديها كابسولات فيه كورس هنديها مثلا كابسولات وسكر عشان السكر مثلا تقدر تعمل هنقول لها بقى وصفات صحية في حلويات وكده عشان ترفع عندنا مثلا حيات اسمها هرمون السيروتونين ده هرمون السعيدة في جسمنا فنحاول نحن نلعب على الجزء النفسي معيها إن احنا نزود هرمون السعيدة ده في جسمها عشان تتخطى من فكرة الاكتئاب وهي كمان لما تلاقي نفسها طلعت من حالة السبات اللي هي معتقدة إن هي مش هتطلع منها لما معينا إن شاء الله تتبع معينا في الشركة وتلاقي إن هي خاصة هي هتلاقي إن خلاص الاكتئاب ده روح بالعكس هي مبسوطة حابة تكمل وهتلغي فكرة الاكتئاب ده أصلا سواء في الضايت أو فكرة الاكتئاب الموسمي يعني بين المواسم بتاعتنا طيب بتستكمله بقى وبيبقى فيه متابعة تقريبا أسبوعية أكيد طيب لما بيوصلوا بقى للوزن خلاص اللي احنا دلوقتي أنا عايزة أخس مثلا عشر كيلو نزلته بعمل إيه بعد كده بقى ولأن الخطوات كده تبقى زي بنبدأ بقى نعمل نظام غذائي اسمه التثبيت إن أنا أثبت الوزن دوت ولازم تتابع معنا دي أكبر أو أهم فترة من الخسسان من رحلة الخسسان لأن التثبيت دوت لو أنا مثبتش صح أو إن أنا خلاص فهمت جسمي إن هو ده النظام اللي أنا ماشي عليه ممكن أرجع أدخن وأكتر كمي من الأول فإحنا بنبدأ نظبط النظام الغذائي بنظبط مواعيدنا بنظبط الكورسات بس مثلا بنبدأ نقلل المواعيد أو يعني كل مثلا هتاخد مثلا كتحاجة كل ثلاث ساعات لأتبقى كل مثلا مرتين في اليوم مرة بنبدأ نقلل الكمية وبنتبه معها بس لازم تفضل مكملة على الكورسات اللي احنا بندهالها لأنه خلاص هو جسمي فهم أنا ماشيه إزاي على اللايف ستايل دي والجسم نفسه بيبقى حابب الهلسي لايف ستايل اللي هو ماشي بيها فإحنا لازم ما نعملش صدمة للجسم كنت تبديله مثلا لأن البرودكس بساعتنا فيها فيتامينز كتيرة زي مثلا فيتامينز سي كلمينا بقى بموجود تكوينات وعبارة عن إيه هي فيها حاجات كتير جدا زي فيتامينز سي طبعا ده مهم جدا للمناعة ومهمة طبعا لنظارة البشرة فيتامينز سي ده وكمان مهم جدا للحرق يعني لو أنا فيتامينز سي عندي مثلا قليل هلاقي حرق ضعيف فذي من الحاجات المهمة جدا اللي جسمي بيبقى محتاجها فيه مثلا مادة اسمها البرومالين دي بتعمل على أن هي بتقلل أو بتكسر الدهون السلاسية الدهون السلاسية دي من أخطر أنواع له الدهون اللي ممكن تبقى موجودة عندي سواء بقى دهون على الكبد أو دهون في الخلايا الدهنية فالانا سيليم فيه بورد والبرومالين اللي هو بيخلص جسم من الدهون المتخزنة فيه فيه عندنا حاجات تانية مثلا زي حاجات بقى سخنة نشربها بمينا ندخلين على المشتة نتكلم بقى على الفروديكس دي اللي موجودة في الشركة دي أهم حاجة عندنا مثلا المورينجة تكلمنا عنها كتير قبل كده في فوايدها في الدنيا بتخسس وبتحرق الدهون وبتزبط عندي زي ما حيك لسه متكلمة الناس اللي بتعاني من الاكتئاب دي حاجة بتتشرب زي الشاي كده وطعمها بيبقى حلوة جدا لو حد مثلا عايز يشرب حاجة مسكرة عندنا سكر السيسل ده زيرو كالوري بيتحط في الفورن عادي فممكن ان انا اسكر بالمورينجة المورينجة ديت زي ما احنا قلنا لو حد بيعاني من الاكتئاب لازم هحط له مورينجة في الكورس بتاعي لان دي بتعمل على ان هي بتحفز خلايا المخ وبتنشطه وبتديله طاقة وبتتخلص الجسم من الاكتئاب فبتدينا كده نوع من انواع الحيوية وبتخلي مزاجنا رايق حلوة عندنا مثلا القهوة الخضرة الناس ما بتحبش تعمل قهوة الخضرة فيه بتعمل مكة والبندق القهوة الخضرة ليه لازم احط قهوة خضرة فيه ناس تقولك طبعا انا ممكن اشرب قهوة عادية وفيها كافيين برضو خلينا اتكلم عن الاتنين يا دكتور ايوة تمام الفرق بقى بين القهوة الخضرة والقهوة العادية بتاعتي القهوة الخضرة فيها مضادات اكسادة اللي هي مهمة جدا عشان بترفع بتتزبط مستوى السكر في الدم وزي ما لسه قلت الحقيقة من شوية طول ما مستوى السكر عندي قليل ده معناه ان الانسولين هيبقى قليل فبالتالي يعني حر الدهون هيبقى يعني بالنسبة اعلى من القهوة العادية فاحنا وفي مادة بوردو في القهوة الخضرة اسمها كولوروجينيك أسد هي دي المسؤولة عن ان هي بتزبط مستوى السكر في الدم فانا عشان اقول القهوة الخضرة او القهوة العادية مين فعال فيهم اكتر هشوف مين اللي ليه تأثير على مستوى السكر في الدم اكتر مين اللي بيقللوا اكتر عملوا دراسة لقوا ان القهوة الخضرة تأثيرها ان هي بتقلل مستوى السكر في الدم اكتر كتير من القهوة العادية إذن القهوة الخضرة هي الصحية الجسمي أن أنا أشربها أثناء الضايت عشان هتقلل الدهون وبالذات الدهون اللي بتبقى متراكمة في منطقة البطن والأردف دي أكتر حاجة طبعاً الناس وبالذات السيدات بيعينوا منها طب هسألك يا دكتور للناس اللي متعودة تشرب القهوة العادية هل ممكن نقول لهم مثلاً ممكن ده ياخد من دي فنجر قهوة من ده وياخد تاني من القهوة الخضرة دي على مدار اليوم مثلا لأن القهوة الخضرة دي ما فيها السعرات وكمان لو حد ماشي على نظام صيام متقطع هي ما بتكسرش نظام الصيام المتقطع فممكن أشربها في فترة الصيام بتاعتي ممكن أشربها الصبح أشربها بالليل وحلوة جداً لأصحاب مرض السكر برضو والضغط ما بتعليش السكر زي القهوة العادية هاي طب الأطفال بقى بني ديهم من أنهي أعشاب بالنسبة لكم لما بيبقى واخد الكورس المورينجا والمورينجا جداً يعني هيلة جداً لو مثلاً في فترة الحمل أو الرضاعة لأن من الحاجات الممتازة في نبتة المورينجا أن هي بتزود الامتصاص المعادن والفيتامينات يعني بتسهل وصول الفيتامينات للبيبي حتى وهو في بطن ممتو فالمورينجا من الحاجات الهيلة جداً اللي ممكن طفلي ياخدها ولو مش حابب الطعم زي نقطة حيك سكر سيسل هيحاطل الطعم بتاعها هاي حلي طيب إحنا بتتكلمنا أن الحامل ممكن تاخد الأناسيليوم أسنافات الحامل ما يقصرش على جنيه ما بعد بقى الولادة ما يقصرش على فترة الرضاعة لا ما بيقصرش على فترة الرضاعة لأن زي ما قلت حيك هي حاجات آمنة ما بتنزلش ما بتختلطش مثلاً بالدم أو فيها كيميكالز إن هي تتعارض إن هي تنزل في اللبن وتوصل للبيبي إن أكيد بوضعنا نخاف على صحة البيبي فما فيش أي مشكلة سواء أطفال سواء واحدة مرضعة أو حامل حد عنده ضغط سكر آمنة لكل الفئات وكل الأعمار ما فيهاش الكوشطات بتاعتنا ما فيهاش أي مشاكل طيب خلينا نتكلم تانية عن طرق التواصل برضو معاكم مرة تانية باي هسألك بقى سؤال في يعني بعد ما نقول أصدقائنا عشان برضو يبقى عارفين لسه منضمين للفقرة بتاعتنا عن طريق أرقام اللي ظهر على الشاشة واتساب أو مكالمات والوفيشيال بيجز بتاعتنا أون طارجت فورما على الفيسبوك والبيج بتاعت دكتور نيهاي الحافظ على الفيسبوك وأون طارجت فورما على الإنستجرام طيب هسألك بقى دكتور يعني قلنا نصيحة كده ناخد بها للناس اللي هي أساي وزنها كويس يعني برضو مخاطبنا الاتنين اللي حابب يتواصل وياخد الأناسينيوم يعني وزنه كويس وعايز يحافظ علي تنصحيهم بإيه فترة الشتاب الزيت المتغيرة دي تمام أهم حاجة أكيد نشرب مويا كتير نلعب رياضة يعني لو يعني سننا يسأل نلعب رياضة أو حاجات خفيفة في البيت يعني مش لازم أنا أنزل جيم ولعب حاجات كده تمارين تساعد حاجات خفيفة كده نظبت زي ما قلت حيك برضو الأكل أنا بعمله إزاي أقل للزيوت المهدرجة لأن طبعا دي من السموم اللي أنا بدخلها جسمي الحاجات الأكل الفاست فود أحاول يعني مفروض أن أنا منحها السكر الأبيض أستخدم له بدايل زي العسل أو السكر ساسل حاجات يعني أحاول أدخل لجسمي حاجات صحية من غير سعرات عالية عشان السعرات دي هي هي اللي بتتخن جسمي أو هي يعني بتأدي لحالة السمنة بردو نظبط النظام الغذائي بتاعنا لازم أعود جسمي أنا هيكل إمتى وهصوم إمتى مثلا أو مش هيكل دلوقتي لأن أنا في عندي هرمونين في الجسم واحد اسمه هرمون الجوع وهرمون الشبع هرمون الجوع ده اسمه الجريلين ده أنا مفروض أفهم جسمي إن أنا مثلا الوقت ده أنا بدأت أكل يبدأ جسمي يفرزه عشان أكل خلاص أنا وقفت أكل فيه مثلا كم ساعة أنا مثلا لو أنا عامل صيام متقطع مش هيكل أبدأ برضو جسمي يفهم إن فترة الشبع دي يفرز الجسم هرمون اسمه اللابتن 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 فدوة الهرمون ده اللي يخليني يشجعني ويحفزني إن أنا أصوم أكبر وقت عشان ما بقاش جعانا فأنا لازم أفهم جسمي ما لاخبطش المواعيد أهم حاجة أثبت المواعيد لجسمي يبقى عارف أنا إمتى بأكل أنا إمتى بأصوم أنا إمتى مثلا لو فيه سناكس بين الوجبات دي حاجة من الحاجات المهمة جدا إن أنا لازم أفهم جسمي وجسمي يفهمني عشان تبقى فيه لغة حوار بيننا ولو مثلا أكل يبقى متنوع عشان محرموش من الفيتامينز من الميرنرز اللي هو محتاجها وكمان الكورسات بقا هي دي حاجات بتساعدهم إن هي تسد الشهية حاجات الزواج نقول بقى آخر حاجة الكورسات ننزل مرة تانية عشان أصدقاء نحن ننزل أرقام مرة تانية لحضراتكم برضا تواصل واتساب أو مباعي العادي تمام طيب ودي الصفحات On Target Forma على الفيسبوك ووفيش البيت بتاع دكتور نهاي الحافظ على الفيسبوك وOn Target Forma على الإنستجرام هايل جدا أولا يا دكتور ميا أنا سعيدة بالموضوعات وسعيدة أن يجب بنا على أسئلة كثيرة تفاهمي نصف حاجات كثيرة فطبعا شكرا أن أنتم تأخذوا أسئلة أصدقاء أنا لمشاهدين الكرام بجد منتكلم فيها في كل فقرة واسمحوا لي أشكر ضفتي اللي شرفتني ونورتني النهاردة دكتور ميا عبداللطيف أخصائية التغذية العلاجية وعلاج السمنة من الفريق طبي لدى شركة On Target Forma شكرا جزيلا نورتينا وطبعا شكرا خاص لكل المتابعين الكرام من خلال شاشة قناة الأهلي تحية وحب لحضراتكم من هنا الحلقة الجديدة أتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة وصلاة وعليكم